وقيد ضد مجهول إفادات متناقضة حول إسقاط أبراج الطاقة الكهربائية في العراق هجومات متعددة فمر في الغرب حيث القائم وعكاشات ومر في الشرق في الخالص وديالا وأخرى في الشمال حيث نينوى وصلاح الدين تناقضت الأقوال فمنهم من يتهم إرهابي داعش ومنهم من يتحدث عن مناقصات وعقود وصراع بين جماعات سياسية وأخرى مسلحة حول عقود الحماية والنتيجة ملايين الدولارات على نطاق الحكومة قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الاستهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات وهو ما يخرج الإرهاب من خانة المتهمين بإسقاط الأبراج ويلقيها في أحضان جماعات أخرى المحى إليها الكاظمي الذي أضاف إن هذه الاستهدافات تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين موجها قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجرامية من ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية عن توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية مبينا وجود تفاوض مع شركات صينية حول ذلك كما اجتمعت الوزارة مع وجهاء العشائر والمختارين في المناطق التي تشهد تواجد أبراج بالإضافة إلى الدوائر التابعة للمحافظات والأقضية والنواحي من أجل حثهم على حماية الخطوط والبنى التحتية والستراتيجية التابعة للكهرباء كل هذه الاجتماعات لم تأتي بجديد حيث تجددت حرب الكهرباء صباح الخميس وأعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية عن تعرض عدد من أبراج الطاقة في كاركوك إلى هجوم بعبوات ناسفة نفذه مسلحون مجهولون آخر العلاج الكي هكذا يرى المواطنون الذين ألهبتهم ساعات القطع التي وصلت إلى 22 ساعة فبدون إمساك العصابات التي تقوم باستهداف أبراج الطاقة من خلال عمل استخباري محنك ومعاقبتهم أمام الملأ في نفس مكان الاستهداف فإن هذه الهجمات ستستمر حتى تحقق الجماعات أهدافها بعقود مليونية يدفعها المواطنون عرقا يتصبب في الخمسين مئوية